واجهة استخدام برنامج Autodesk Refit Structure 2014 تم تصميمها بحيث انها تحقق معيارين مهمين جدا اولهم سهولة الوصول لكل الادوات اللي انت بتحتاجها وانت شغال على البرنامج تاني حاجة يوفر لك من ساحة عمل مناسبة جدا لانك تشوف النموذج بتاعك هنتعرف دلوقتي على مكونات البرنامج او واجهة استخدام البرنامج بداية من الجزء اللي فوق على الشمال حرف الار الكبير ودي عبارة عن المين ابليكيشن مينيو قيمة البرنامج الرئيسية اللي من خلالها بقدر ان انا اعمل ملف جديد او جديدة او ممكن افتح ملفات موجودة على الجهاز اه ممكن انا احفظ الملفات وفيها اعدادات متقدمة متعلقة بتصدير انواع مختلفة من الملفات اللي بيدعمها في نفس الوقت ممكن تتبادل معلومات عن النشر او نشر الملفات واطباعة الشيتات اللي موجودة عندك واجراءات ترخيص البرنامج بعد كده عندنا الجزء العلو من البرنامج اسمه البروغرام تايتل بار ده عبارة عن شريط الرئيسي للبرنامج بيحتوي على جزئين الجزء اللي على الشمال ده اسمه وده عبارة عن شريط ادوات سريع جواه مجموعة من الادوات اللي انا عادة ما باستخدمها كتير فبدل ما ادور عليها في باستخدمها بشرة من الشريط ده فيه سهم هنا زغير بتضغط عليه بيزهر لك مجموعة من الادوات الباقية اللي هي الامتداد لي بس عشان طبعا دقة شاشة هنا الف اربعة وعشرين في سبعمية تمانية وستين فغير كافية انها هتظهر لكل الادوات الموجودة بعد كده عندي على اليمين في حاجة اسمها الانفو سنتر طول بار وده مختص بان انا اعمل بحس داخل نظام المساعدة او الموجود على موقع الشركة عشان اوصل لاي اداة او تفاصيل عن اي اداة موجودة في البرنامج في نفس الوقت ممكن اتابع ترخيص البرنامج من هنا او ان انا اعرف التحديثات الجديدة بعد كده عندي تحتهم في الريبون اللي هي قائمة البرنامج الرئاسية ودي القائمة اللي من خلالها بقدر اوصل لكل اداة انا بحتاجها هنلاحظ ان الريبون مؤسمة الى مجموعة من التابس وكل تاب من دول مؤسمة الى مجموعة من البانل زي مثلا التاب اللي هي متقسمة الى اسمها تحتها على طول عندي حاجة اسمها ده عبارة عن شريط متغير محتوية بيتغير حسب الاداء اللي انا بستخدمها دلوقتي يعني لو انا مسلا بستخدم اداة هتلاحظ مجموعة من الادوات ظهرت في الشريط مختلفة غير لما استخدم حاجة تخص الول وهكزا بعد كده عندي على الشمال حاجة اسمها ده عبارة عن قيمة خصائص لكل العناصر اللي انا بستخدمها بمجرد ما بتضغط على اي عنصر من دول بتزهر لك الخصائص بتاعته في او لو ما ضغطتش على حاجة او ما فيش حاجة اه الموس مؤشر عليها دلوقتي ممكن هيظهر لك هنا خصائص نفسها او المشهد ده من البرنامج بعد كده عندي حاجة اسمها البروزيكت بروزر وده ممكن نعتبره انه جدول بيحتوي على كل مكونات البرنامج او كل مكونات اللي انا شغال عليه دلوقتي بداية من اللوح والتفاصيل والمساقط والقطاعات والليجنز والكوانتيتيز اللي هي شغل حصر الكميات وفي نفس الوقت اي شيتات معمولة لي المودل اللي انا شغال عليه وبعد كده عندي وهي كل العناصر اللي انا استخدمتها عشان اكون النموذج بتاعي هنلاحز بعد كده عندي تحت على الشمال خالص حاجة اسمها وده عبارة عن شريط بتظهر لك فيه رسائل من البرنامج بتقدر من خلالها تعرف تفاصيل عن الاداة اللي انت بتستخدمها دلوقتي او اللي لازم تعمله بعد كده عندي المساحة البيضة الكبيرة اللي جواها المسقط ده بيبقى اسمها ودي المساحة اللي انا بقدر من خلالها هشتغل على النموذج بتاعي تحت على الشمال في مجموعة من اسمها دي عبارة عن مجموعة من الادوات اللي بتتحكم فيه المشهد اللي انا بعرضه قدامي دلوقتي مع العلم ان دي مختلفة لكل عن التانية يعني انا عندي اكتر من كل ليها خاص بيها بيتحكم فيها بس اي تعديل فيها مش هيحصل غير على دي بس بعد كده عندي هنا على اليمين في حاجة اسمها ودي عبارة عن مجموعة من الادوات اللي انا بستخدمها عشان اقدر اتحرك جوه النموذج زي الزوم ان والزوم اوت وفي نفس الوقت انه للبعد ثلاثي او سري دي هنلاحز حاجة مهمة جدا ان احنا ممكن نعمل تصغير او من الزرار ده هزهر لك هنا مجموعة من تقدر تعتبر كل من دول عبارة عن شاشة بتعرض لك بس مباشر للنموذج بمعنى ان احنا هنفتح ده النموذج السلاسي الابعاد ممكن ندخل على قايمة عندنا في وندغط مسلا على ضغطتين هزهر لك القطاع للبرنامج في نفس الوقت التانية لسه موجودة كل من المتاحة قدام حضراتكم دول عبارة عن بس مباشر للنموذج بتاعي عشان اقدر اعرف كل التفاصيل اللي انا شغال عليه